سؤال تاني هل حالك متوقع انه الكلام عن العودة او استقناف النشاط في 2021 او 2022 هل هو كلام واقعي ولا الناس بتحط اسوأ سيناريو واصعب سيناريو حتى تأتي الحلول الحقيقية او الاكيدة لانه في مؤشرات جيدة جدا عن تعرف على امور جديدة في تشريح الجثث وفي التعامل مع اثار هذا الفيروس وما يسببه داخل الجسم وعلى اساسه فيه بروتوكولات علاج جديدة بتنبئ باخبار فيها قبير من التفاول فيه كشف بيحصل علمي كل يوم في علاج المرأة فالناس بتقول احنا هنتفائل ولا نقول نمشي وراء تصريحات الناس اللي بتقول هنرجع عنا شاب بعد سنتين وان الامر مش هيتحلها بسنتين وحلاك شايف ازاي انت لو عشت من غير امل تموت بالزبط لا لا تتفائل طبعا احنا عندنا تفاول انه لسبوعين الجهند هو لا يحصل يعني ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى هو الامر كله في ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله والامر في ربنا انه ربنا يلهم احد انه يكتشف حل للموضوع يعني عشان بس ما حاش يدعى العبقرية انه ربنا يلهم حد يكتشف علاج لهذا الفيروس او ربنا سبحانه وتعالى يطهر السماء والجو منه خلاص فالعاوز اقولك انه لا الامر في ربنا والدعاء موصول واصل للناس يعني لازم تبقى الناس واما كده فاعتقد انه بلاش نروح للسيناريو الاسوأ خلي عندنا ام لو روحت للسيناريو الاسوأ هتبقى فيه هزيمة معنوية خلي بالك والقتل المعنوية هو اخطر عنوع القتل يعني المعنويات لو انهزمت هي بسهل جدا المرض يتمكن فاعتقد انه مسألة هو بيؤديك الاسوأ لكن في نفس الشيء اعتقد فيه اللي بيحاول اديك الامل فانت لازم تمسك بالامل انه ان شاء الله المسألة ما تاخدش الى عشرين وعشرين